مشاهدينا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وزي ما قلتلكم ان احنا موضوعنا النهاردة هنتكلم عن الحاجات اللي البنات كلها بتحبها وكمان البنات اللي فراحهم قرب ازاي اختار ميكب ارتست يعني اديها كل سقاطي ابقى قعدة معيها سايبها تعمل لي ميكب وانا مش مقلقة فيه ناس كتير بتروح بتبقى خايفة شوية تيجي مثلا تحطلها حاجة كده استاني استاني هبص بس في المراية اشوف شكلي عمل ازاي وبرضو عايزين نختار ميكب ارتست ما تغيرش ملامحنا كلها احنا بس بنبرز جمالنا يعني مش بنغير وشنا خالص علشان كده احنا اخترنا حد انا نفسي بديله الثقة وحد شغله كويس جدا حد شغله بيتكلم عنه عشان كده معايا ومعاياكم خبيرة التجميل مروة نصار ازايك يا مروة ازايك يا مروة ازايك يا مروة ازايك يا مروة الحمد لله حمد ده تاني لقاء لينا اه ان شاء الله مش اخر لقاء اكيد ان شاء الله نبقى مبقى مصدقى معكم جدا مروة زي ما تكلمت كده قلت اول حاجة لازم ابقى مديه اصدقى لخبيرة التجميل اللي انا راح اعمل عندها ايا كان بقى ميكب سوري زفاف رايحة لها اعمل عندها اي حي دي بتيجي ازاي بصي مبدئيا البنت لما بتيجي تختار الميكب أورتست اللي هتشتغل معاياها الودينج بتاعها او اليوم اللي هي عندها فيه مناسبة هي قريدي بتبقى مختارها بعناية انه بيبقى قدامها كتير قوي فدي بتبقى درسة شغلها بقى مسكة صفحتها واي مفاصلتها كده شافت فيديوز ليها شافت لها حاجات فبتدت تقتنع بطريق شغلها فبالتالي ما بيبقاش مقبول قوي ان انتي بعد ما بتبقي اختارتيها من وسط ألاف تروحي وتقعودي وتبقي قاعدة مقلقة ولا استني ولا أبص ولا مش عارف ايه مش هينفع يلزم ده على فكرة ممكن لو انتي قلقنا من حاجة وبتوطريها انتي بتخليها ممكن تغلط أو ما تلعكيش الحاجة بنفس الليفل اللي انتي عايزي بس فبالتالي انتي لازم خلاص انتي اختارتيها اديها الثقة خلاص اديها الثقة تفقي معاها بس يعني تكلمي معاها طبعا بتحتاجوا يتكلموا الأول مع بعض يعني العروسة بتجي تحجز معايا بتقول تتكلم معايا شوية انا في دماغي كذا بحب افهم دماغها افهم هي ايه اللي كادة اللي هي بتحبها هي طبعيتها اصلا ايه وبتحطوا ميكب ايه عشان بردو ما بقاش شكلها ما عملهاش حاجات قريبة من شكلها يعني لازم يبقى شكلها كبريت تبقى حد لا واو بيبقى لازم يبقى مختلف عن يعني مش هبقى العروسة زيها زي المعزيم اللي موجودة طبعا لازم تبقى ليها طالة تانية كده شخصيتها بتفرق جدا المكان طبعا اللي هي بتاعي عاملة فيه الفرح او المناسبة اللي هي رايحها فين لو الصبح او بالليل بردو بيختلف بيفرق طبعا اكيد بس فبالتالي يعني كل البوينت دي بنتكلم فيها وبالتالي ببتدي على اساسه اعرف اشتغل هاشتغل ايه نصيحة برضو لكل بنت انه ما تبقى عادش قدام المراقبة بتبدو المراقبة الماكبة وهو بتعمل لانها تبقى مخدودة يعني لان احنا بنغير فيهم حاجات كده فقبل التوزيع وقبل الحاجة بيبقى شكلهم غريب شوي وتبقاش لسه الصورة كاملة يعني ابتديت مثلا بالحواجب فما فيش حاجة في الوش مرزومة للحواجب فبالتالي هي بتخد ايه دي حواجب دي لأ سواني بقى كده يا مروع عشان احنا كده بنسبة كلام اللي بيتقال علينا على الفيسبوك اللي هو بقى ايه امسح مكياج صحبتك تلاقيه مش عارفة مين ابن عمتك واحنا بندفع في تشتيب الشقة بس خمس تلاف جنيه هما بيدفعوهم عند الميكاب انت كده بتزنيتي الكلام ده احنا يا جماعة ما بنغيرش شكلنا خالص احنا بنحط حاجات بسيطة بس احنا ما بنحطش حاجة اصلا بتحاولش تقناه يوم بس هو في فرق بين اليوم العادي وازاي انا بخرج بحط حاجات بسيطة انا بنصح دايما اي واحدة تبقى بطبيعتها اكتر تبرز بس جمالها بحاجات بسيطة على حسب اللي بيليه عليها لكن لما بيبقى يوم فراحة ده بيبقى حاجة تانية برضو جميل ان هي تعمل لوك سامبل بس برضو تبقى ليها طالة كده مختلفة الماتريال هو اللي بيختلف صح؟ الماتريال والشخص يعني بيختلف عن يعني مش الماتريال اللي احنا بنستخدمه يوم الفرح هو هو اللي بنستخدمه في الخروجات العادية اكيد لا الميكب بتاع العروسة بيبقى ماتريال تانية تقدر تستحمل ان هي تقعد بيها 18 ساعة ولا 20 ساعات هنا هي بتبقى حطامة بدري بتعمل حطوصة شمس الشمس اكيد بقى له بنسمع ان في ميكب بيقعد مش عارفة كم ساعة القد يعني كم يوم مش كم ساعة او بس ده في بس بس نبي يحتاج ماتريال تانية برضو اكتريت البنات بقت بتغدع دلوقتي يعني بتروح تعمل تاتو شفيف بتخلي شفيفها وردي مش عارفة تعمل ايه في الخدود بزبط وآي لينر تاتو سابت يعني بصوا بجد وبتركب رموش سابتة اه رموش عايزة عارفة والله طب يلا بجد عايزة يعني اقول لكل الشباب يعني هو فيه وفيه يعني في بنات ممكن تغدعك وتلاقيها عاملة الحاجات دي عشان لما تاني يوم تغسل وشها تلاقيها برضو كيوت كده وفي حاجات خدودها حمرة وشفيفها والآي لينر سابت وفي بنات لا يعني بتبقى جميلة وبنات مصر اصلا كلها حلوة ولا ايه اكيد طبعا بس انا باخد كمية دعا يعني من الشباب لما بنزل صورة قبله وبعد بصراحة بيجي يقولون انت هتتحسبي على انت بتعملين لا انت عارفة يا ماروانا لما بتفرج على الصور بتاعتك بحس فعلا ان انت مش مغيرة الشكل قوي اللي هو لما تيجي تغسل وشها تلاقي حاجة تانية وفي نفس الوقت بتبرزي جمالها يعني بيبقى ليها طالة كده وشها بيور اصلا انا مش يعني اه بناعمل الكنتور بيحدد الملامح قوي وبيبرز حاجات معينة فبالتالي انا بحاول قداري دفوهات في ناس اللي هي تلميكا بيبقى صوفت وما بميلش قوي للهافي الا لو هي العروسة عايزة يعني لك انا طبيعتي لو هي ثابتلي نفسها بباليش في الهافي ميكا الحاجات التقيلة والصرخة يعني طيب هناخد مداخلة امينة الاتصال قطع طيب ناخد ندى الاتصال قطع طب اتصلوا بينا تاني في حد يبصص الحلقة صدقيني طيب نكمل كلامنا برضو الحاجات الادوات اللي احنا بنستخدمها يعني انا لما باجي مثلا عشان لو انا هروح احبز الميكا بتاع الفرح تاعي بدخل وببص بشوف الادوات اللي انتي تشغالة بيها والنظافة برضو دي بتيبقى حاجة مهمة اكي فقولي لي يعني انتي بتتعاملي ازاي مع الحاجات دي يعني زي بتكسابي ثقة اللي قدامك اه هي بتبقى يعني لو هي جاتلي للمكان عندي فبتشوف مثلا المتريلس بيبان ان هي هاي اند حاجات اه هاي اند اوريجنال كلها فبالتالي معظمنا بقى فاهمين سواء بروفيشنال او بنات عادية بيبقوا فاهمين خلاص في الميكا بفاهمين ايه الحاجات المضروبة وايه الحاجات الاوريجنال وايه الحاجات اللي هدر بشريتي وايه الحاجات اللي انا هبقى متطمنة وصيفتي معايا اه تانية حاجة برضو اه العناية بالفرش والادوات اللي انا بستخدمها اه اه مهمة جدا يعني بنا بنعمل زي سائل او بنجيب احنا سائل تنظيف للفرش او بنخسلها بقى نحميهم كده او فيه حاجة كده دي كذا اوكشن بنقدر نعمله على حسب يعني حسب المكان اللي احنا متواجدين طيب هناخد مداخلة اه نسترين اهلو اهلو صحيح وعليكم السلام اه لو سمحت ممكن بس اعرف معلومة حاجة غير الميكا بفضل اه ممكن اعرف بس انضف نوع زيك بشعل الاطفال ايه هي ممكن يبقى عندها خضرة وكده عندك اه هي فيه مجموعة حاجات تعناية بالطفل سواء البادي لوشن او الشامبو او البيبي اويل فيه تقريبا براند او اتنين طبعا مش هينفع اقول سامي براندس ايه يعني الامهادة ممكن يعني اعرف حاجة زيت جونسون بتاع الافطار اه يعني او دي اكتر حاجة هو بيتحط على الشعر بس الزيوت هي الحلوة لكن الشامبو بيبقى مش حال تسبقين انا جربته بس ده للاطفال احنا بنتكلم للاطفال حاجة بتاعش كيميكالز ما هو انتي بتتعاملي مع شعر الطفل مش هايزة في حاجة كيميكالز خلص حاجة كده بيور يعني فقد البيبي يدوبك اقتر حاجة انتي طيب امينا رجعت تاني الو الو ايوة السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم السلام عليكم لو صمحتي لما الميكوب لما مام تحطه بيبقى لما المناخير بتبقى يعني لما المناخير ازاي يعني خليها تبقى وقفة مضبوطة المناخير بتخليها ايه بس لا تجدي وطي التلفزيون شوية المناخير بتبقى كده زي منفوش او حاجة لا هو انا مش سامعة يعني عايزت تعملي كنتور للمناخير يعني تخليها صغيرة اه تمام احنا هنتكلم عن الموضوع ده يا ندا اكي امينة احنا شوية هنتكلم في الكنتور وهنتكلم في المناخير ها طيب ناخد ندا كمام بالمرة ها السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم ممكن ان اخبط تجميل اهلا بيك تفضلي انا عاوزك كريم ينفخ الخدود الحمد معلش بس ممكن توطي التلفزيون شوية كريم ينفخ الخدود هو مش بكريمات هو انت يا امة لو هتعمليها كميكب فانت بتعملي كنتور بطريقة معينة يرفع خدودك لفوق شوية لكن لو هتعملي ان انت تبقى خدودك منفوخة شوية في الطبيعي حتى من غير ميكب فده بيحتاج بعض الحقنة او حاجة زي الباطكس والحاجات دي شكرا للاكتصال والناس يصغروا مناخيرهم مثلهم انا مش هتكلم المناخير يعني الكنتور بتاعها مش واحد ماينفعش ان انا اه احنا متعرف عليه ان انا بعمل كده واقفل من هنا مثلا بس ده المفروض ان ده ما مش بيليه على كل المناخير يعني انا مثلا لو هتكلم على مناخيري انا نخيري فايع من هنا جدا وهنا كبيرة الحمدلله الحمدلله انا مش هتبط ترى فانا مفروض ان انا لو عملت التو لاينز دول فوق مناخيري هتفضل مثلس كده انا كده رفعت فوق رفعت تحت فانا عشان خاطر اوازن فانا بقوم مرفع الجزء اللي تحت اللي كبير عندي وبسيب ده فوق لان هو كده كده عندي رفاية فهتحس ان هي التدت بقيت متساوية ما بقتش مسلس تمام؟ هي لو طويلة شوية بقفل باللاين اللي تحت ده لو اصننوا ومرفعوها مناخيرهم لفوق لا المفروض اللاين ده ما يتحطش تمام في حاجات ان لو هي برضو عندها الحتة دي كبيرة شوية ممكن تعملي فوق والحتة دي لتحت وبتسيبي دي فاضي فيه الناس اللي بيبقى عندها حتة دي عالية شوية بيعملوا نفس اللاين ده اليو ده وبتعملي هنا علشان تهبطي الحتة اللي طال على الفوق لو اللي هنا دي عالية شوية اه بتعملي اللاين في النص كده والخدود حدا قالت ان هو عايز يكبر خدوده انت لو عايز تتعلي خدودك بتجيبي الكنتور من تحت الخد كده تحت عظمة الخد على طول كده ومن عند الوزن لتحت عظمة الخد لو انت خدود دي عالية عايزة تنزليها بتجيبي الكنتور من فوق شوية فبتالي خدود خدود بتهدى شوية بتقل ولو انت بقى عايزة هتتطلع اللي فوق خالص بتعملي زي حرفي يو كده كده و عشان الكاميرا فهو بتبقى حرفي يو كده فبتقوم ايه يعني بيكي شيب اللي هي عاملة كده طب بيبقى فيه كنتور للشفايف برده اه ده بيعمل بيكبر وبيصغر برده بيوتع وبيضيق اه لو انا عايزة اكبر الشفايف بحط كنتور كده من هنا لو عايزة من فوق فبيدي ان الشفايف ايه فاليوم كده ديها شوية لو انا عايزة اصغرها بابا اصغرها بروج يعني انا ايه ما بحطش كنتور بابتدي ان انا ايه ما انا عايزة اقلل الويس ما نزلش اللاين بتاعي الحاد اخر بقي هنا اه بضم شوية اه طيب للبنات اللي لسه بقى بتتعلم ميكب او حاجة زي كده بتنصحي هم يجيبوا كنتور باودر ولا كريمي للاستخدام العادي الباودر سهل عليهم ويعرفوا يوزعوه ومش بيبقى واضح قوي زي الكريمي يعني الكريمي بيبقى عايز حد بروفيرشنل عشان يعرف يوزعو صح وعلشان بكمان بيعود مع الوقت مع التثبيت مع كنتور باودر بيقعد بوقت طويل بيبقى كويس مع العرايس طبعا ولي حاجات طيب نرجع لكلامنا تاني عن الميتاب بتاع العرايس وليلي بقى يعني بتتعاملي معهم ازاي بصي انا ببقى مسلمة جدا معهم مصابورة جدا معهم هو لما بيتيجي بقى ببتدي اعرف بقى زي ما قلتلك اهتماماتها ايه ودماغها عاملة ازاي ببتدي برضو منكلمي معها بفهم شخصيتها شوية هل هي يعني مطرقعة شوية هل هي حد هي دي قوي وكيوت يعني الحاجات دي يعني لو انا مثلا مطرقعة بتعمليلي ميكب يليق على الشخصية بتاعتي او بيفرق جدا على فكرة يعني يعني فاشا واحدة تبقى هي اصلا مطرقعة وما هيباره فتالها حاجة صوف تاوي كده بتحاسي انها مين دي حتى صحابها مش عارفينها مين دي لازم تبقى حاجة ماشية معا برضو بعرف اقولها لو شفتي صور على الانترنت عجباكي بعتيها علشان افهم هي في دماغها ايه برضو لانها ساعت ما بتبقى شعرف تشرحها في عرائز بيجو يقولولك انا عايزة بقى شبه دي مش ماينفعش يعني مش شرط ان هي عشان عايزة بقى شبه دي تطلع شبه دي لان الملامح مختلفة ومش كل ميكب بتورغوني هينفعي لي عليها بس على الاقل انا بلم هي في دماغها ايه يعني اكيد هي عينينا البنت الفصورة مش دي عينينا العروسة نفسها المناخير رسمة الوش كل دا طبعا برضو فرق المناسبة التصوير كل الحاجات دي بتفرق بالتالي بحاول ان انا تجيب لي الصور اللي عجباها قوي او هي نفسها تطلع بشكل ايه وانا بتدي منه افهم دماغها وابتدي اقول لها طب مش ان انت بحب الالوان دي مثلا حب دي برضو بسألها انت يومك بتحطي ميكب عاملة ازاي بتشوفي شكلها الاول بالميكب اللي هي اه بفهم بتحب الوان الروج ايه اللي بتحط بتحطها بتحب الايلينر في ناس على طول بتبحط الايلينر سايب ان ما بضغى روش يعني اهتماماتها رسمت الحاجب هالبتحبها من الناس اللي بتحبöt تبقى تبرز حاجبها قبل ما تنزل ولا لأ عادي بتسبها طيب الوقت جري معاك بسرعة فانا عايزة اقل من تلاتين ثانية تقولي نصيحة للبنات اللي بي تبواني نصيحة لكل البنات اللي بيتبواني لما أنت أكيد بتختري ميكب أرض بتاعتك بعناية وبعد تفكير طويل وبعد أسئلة كتير وصور كتير 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 لما تبقي قاعدة معيها وخلاص واتفاته تبقي ريلاكس أكتر ديها الثقة أكتر هي أكيد هتعملك إليها عايزة سهلة أوي أن أنا أعمل ميكب وأبتدي لو حاجة مش عاجباكي أبتدي أصلى حالك في الآخر حاجة بسيطة مزبطة يعني كل هذا بيتعدد بسيط بتبقى تطشاط بسيطة سهلة أوي يعني أنا دايماً بيعودوا يقولوا لي لأ أنا مش عايزة أبتفق معها أبصي خلينا نخلص خالص وفي الآخر لو عايزة حاجة أعدليها بنعدلها وفي الآخر ما بنعدلش حاجة بيعجبه مروى الوقت معاكي يجري بسرعة وإن شاء الله زي ما قلنا في أول الفقرة أني ده مش آخر لقاء وإن شاء الله هيبقى فيه لقاءات تانية مبسوطة أن يشوفتك وإنا مبسوطة أن يشوفتك مشاهدينا وبكده تكون خلصة حلقتنا موسيقى موسيقى